جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبنان تحمل الرقم 11 ولادة عصيرة لخلافة ميشيل عون على ضوء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بر إلى جلسة أخرى للبرلمان الخميس تعتبر الأولى خلال العام الجاري في ذل حكومة تصريف أعمال برئاسة ناجيب نقاتي محدودة الصلاحيات وبرلمان منقسم يأتي ذلك بعد فشل البرلمان للمرة العاشرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس للبلاد وسط استمرار أزمة اقتصادية خانقة وانهيار متزايد في قيمة الليرة مقابل الدولار أجواء ترسم أفقا مسدودا في غياب مؤشرات لتحقيق التوافق السياسي المنشود وسط عجل المكونات السياسية عن تأمين نصاب ثلثي أعضاء المجلس بالإضافة إلى الغطاء الدول الذي يهيمن على المشهد السياسي اللبناني ما يعني أن البلاد أمام فراغ سياسي يصعب الخروج منه معقدا التوجهات وقتامة المآلات في بلد يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه لا يزال ملف انتخاب رئيس للجمهورية مجمدا رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء ولاية ميشيل عون بسبب اتساع دائرة الخلافات الداخلية بين الكتل السياسية وغياب أي مبادرة خارجية تدفع إلى تسريع وتسهيل العملية السياسية شكرا شكرا